موسيقى اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة ونحن في الرحلة التبشرية الثانية للرسول بولس والفريق الذي معه وصل الى فيليبي وهناك بارك الرب الخدمة وربح الى الان ليديا سيدة اعمال والجارية التي كان بها الروح الشرير وفي طريق حديثنا للشخصية الثالثة التي ربحها في فيليبي وهو مأمور السجن نرجع مرة اخرى الى هذه الجارية ومن كانوا يمتلكونها لاحظ اللي كانوا بيمتلكوا هذه الجارية انه في تغيير جزري حدث معها صارت اهدأ لم تعد تصرخ او تصيح لم تعد تتحدث فيما يخص مستقبل الايام او الناس كما اعتادت لم يعود الشيطان روح الاليه حسب ظنهم ساكنا فيها كل هذا يعني ان دخلهم ومكسبهم قد توقف فلا يعنيهم باي حال صحة الفتاة او سلامتها كل ما يشغلهم هو المال من وراء هذه الجارية فما كان منهم الا ان امسكوا بوليس وسيلة وهما المتحدثان والظاهران في الفريق جروهم المكان اللي بيعرف بميدان وسط البلد والذي يكون به مكان الحكومة والبوليس وقدموا شكوى ضد بوليس وسيلة ولم تكن شكواهم بالتأكيد حقيقية لكن اشتكوا ان هما يهوديين وليسا رومانيين وكان الرومان بطبعهم بيكرهوا اليهود باعتبرهم اهل مكايد ثم انهما على بوليس وسيلة بينشروا افكار غريبة وعوائد غير مقبولة من المجتمع نقرأ في اية اتنين وعشرين الى اربع وعشرين هذا القول فقام الجمع معا عليهم ومزق الولاد ثيابهما وامروا ان يضرباء بوليس وبرنابا بالعصية فوضعوا عليهم ضربات كثيرة والقوهما في السجن واوصوا حافظ السجن ان يحرصهما بضبط وهو اذ اخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة اذا انتهى المشهد بوضع بوليس وسيلة امام الولاد وعلى عجل وبدون تحقيق صدق الولاد التهم الموجهة اليهما وهاج الجمع اللي كان موجود وتم تعريض بوليس وسيلة بتمزيق سيابهما وضرب بالعصي وكانت الألام شديدة والإهانة أشد مع ان بوليس وسيلة بيحمل الجنسية الرومانية ويتمتع بالحقوق اللي بيتمتع بيها أي روماني ولم يكن الضرب هينا بالتأكيد لكن وضع عليهم زي ما ارينا ضربات كثيرة لم ينس الرسول بوليس هذا الموقف ويمكن في موقفين مشابهين علشان كده كتب بعد خمس سنوات في كورون ستاني أحد عشر أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل في الأتعاب أكثر في الضربات أوفر في السجون أكثر في المتات مرارا كثيرة ثلاث مرات ضربته بالعصي الولاة استدعوا ضابط السجن وسلموه بوليس وسيلة مع التوصية أن يعامل كأخطر المسجنين فما يكونش سجنهم السجن العادي لكن السجن الداخلي المخصص لمن يحكم عليهم بالإعدام وده الحقيقة سجن تحت الأرض أشبه بكهف مظلم ووضعت أرجلهما في المقترة وده قال التعذيب الشديدة عبارة عن قطعة خشبية سقيلة بها خمس فتحات للرأس واليدين وللرجلين بمسافات معينة لتزيد ألام السجين ويبدو أن ضابط السجن اكتفى بضبط أرجلهما في المقترة ماذا حدث؟ حدث أمر غير متوقع آية 25 إلى 31 ونحو نصف الليل كان بوليس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجنون يسمعونهما فحدثت بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا فنادى بوليس بصوت عظيم قائلا لا تفعل بنفسك شيئا مرديا لأن جميعنا ها هنا فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخرى لبوليس وسيلة وهو مرتعد ثم أخرجهما وقال يا سيديا ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص فقالا كلمتهم المشهورة آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك المشهد الحقيقة مسير وملفط للنظر ومعزي برغم الألام الشديدة والظلم الأشد اللي وقع على بوليس وسيلة يقول الكتاب زي مقرينة كانا يصليان ويسبحان الله وليس بصوت هامس أو بصوت خفيف لكن بصوت عالي وبالتالي بقيت المساجين بيسمعوهم مع أنهم في السجن الداخلي وأرجلهم في المقترة لكن قلبهم كان في السماء الحقيقة كنا نرجو أنه البشير اللي هو يكتب لنا صلوا قالوا إيه أو سبحوا إيه الترنيم اللي كانوا بيسبحوها لكننا نتصور أنه كانا يصليان لأجل استخدام الرب ليهم في هذا السجن وفي المحكمة في اليوم التالي كانوا بيصلوا أن الرب يستسمر هذا الوقت لخدمة الإنجيل ويمكن دار تسبحهم حول ما كتب عن رفقاهم قبل كده في أورشاليم وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه أو يمكن تذكروا قول المسيح طوب لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم وفجأة يحدث التدخل الإلهي من خلال زلزلة عظيمة قصد الرب بها الكثير تزعزعت أساسات السجن أي وصلت الزلزلة إلى السجن الداخلي وكل أبواب السجن انفتحت من ذاتها وانفكت قيود المسجونين واصطيقت ضابط السجن ولاحظ أن أبواب السجن مفتوحة فاعتقد أن المسجونين هربوا وبحكم مسئوليته وبحسب القانون الروماني يقتل من نام في نوبة حراسة وسمح للمسجونين الذين يحرصهم بالهرب فهو أدرك أنه بحسب القانون سيحكم عليه بالقتل فقرر أنه هو يقتل نفسه قبل أن تحكم عليه المحكمة بذلك وهنا يبدو أنه فيه إعلان إلهي جاء لبولس الرسول بعد بما حدث فهو ما زال في السجن الداخلي المظلم لا يرى أحدا لكنه عالم بكل شيء فناد على الضابط بصوت عظيم لا تفعل بنفسك شيئا أرديا لأن جميعنا هاهنا وهنا أدرك ضابط السجن إن فيه شيء مختلف في هذين السجينين وإنهما هما السبب في كل ما حدث في السجن تغير المشهد تماما ويصبح ضابط السجن كأنه الأسير يرتعد أمام بولس وسيلة ويخاطبهما يا سيديا ثم يسأل عن أمر خلاصه في الغالب هذا الرجل ضابط السجن سمع عن هذين المرسلين عن بولس وسيلة وهم بينادوا للناس بطريق الخلاص زي ما كانت تذيع وتصرخ الجارية هؤلاء الناس هم عبيد الله الحي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص ويمكن من خلال مركزه عرف أن ضيوف في لبي هؤلاء يكلمون الناس عن طريق الخلاص علشان كده سأل ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص يمكن كمان كان بيفكر إزاي يخلص من الورطة اللي هو فيها المساجين هربوا قد ظن هذا في البداية على أي حال أجابوا بولس وبرنابة آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك أي أن خلاصك مرتبط بإيمانك وخلاص أهل بيتك كذلك مرتبط بإيمانهم علشان كده يقول الكتاب بعد كده من آية 32 وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهم من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهم مائدة وتهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن بالله خد الضابط قرار أنه هو يتبع المسيح يا له من قرار أعظم قرار ودع أهل بيته ليسمعوا الكلمة وتكلم الرسول بولس ومعه سيلة اتكلمه برسالة الخلاص وآمن ضابط السجن وأهل بيته غسلهم الضابط من الجراحات اللي أصابتهم نتيجة الضرب والسجن وهو اختسل يعني اعتمد اختسل من خطياء هو والذين له أجمعون وبعدين خدهم للبيت وصنع لهم وليمة تماما كما فعلت ليديا وده كان تعبير عن فرحة الخلاص فاكرين زي ما حصل مع أهل السامرة كان فرح عظيم في تلك المدينة والخصي الحبشي لما آمن معه في لبوس ذهب في طريقي فرحا دايما الخلاص الخلاص بالمسيح يأتي بالفرح الحقيقي للحياة كلها من آية 35 ل39 ولما صار النهار أرسل الولاة الجلادين قائلين أطلق ذينك الرجلين فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام أن الولاة قد أرسلوا أن تطلقا فخرج الآن وذهب بسلام فقال لهم بولس ضربونا جهرا غير مقضي علينا ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن أفل الآن يطوضوننا سرا كلا بل يأتوا هم أنفسهم ويخرجونا فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرج من المدينة واضح أنه في اليوم التالي الولاة أرسلوا لضابط السجن أنه يطلق صراح بولس وسيلة ومش عارفين السبب الحقيقة وراء هذا القرار هل رأوا كفاية ما أخذوه من ضرب ومبيت ليلة في السجن الداخلي عقابا لهما أم أحسوا أنهم فعلوا بهذه الطريقة أمر غير قانوني لأنه لم تتم محاكمة الرجلين حتى يعاقبها كذا أم هم عرفوا ما حدث في الليلة الماضية في السجن وده دليل على صحة ما كان ينادي به بولس وسيلة على أي حال حمل ضابط السجن خبر الإفراج لبولس وسيلة ولابد كان فرحا بهذا القرار لكن بولس رفض رفض الإفراج السري وكشف عن جنسيته هو وسيلة وكونهما رومانيان لا يسمح القانون بما حدث معهما من ضرب وسجن وإهانة وظلم وطلب أن يأتي الولاد بأنفسهم ويخرجانهم وحدث أن جهي الولاد مش بس علشان يخرجوهم لكن زي مقرينة وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرجاء من المدينة بالطبع كان طلب بولس هذا مش امتقام من الولاد بسبب الظلم اللي وقع عليهم لكن حرص على كرامته وكرامة سيلة معه بل كان بالأولى علشان هؤلاء الولاد يدركوا إنه ما ينادي به بولس وسيلة صحيحة وكمان علشان يوفروا الأمان لكل من يتبع هذا التعليم الجديد ما كانش بولس أبدا حريص على كرامته الشخصية بقدر حرصه على رسالة الإنجيل وكل من يؤمن بهذه الرسالة وكان ليهم ما أرادوا إلا أن الولاد طلبوا منهما من بولس وسيلة أن يخرج من المدينة يمكن من أجل سلامتهم وفي نفس الوقت لأجل سلامة المدينة وذهب بولس وسيلة إلى بيت اليدية لبعض الوقت واكتمعا مع الإخوة وعزياهم وفي الغالب شاركاهم بأخبار السجن وخرجهم وإيمان الضابط ومن معه وأهل بيته ويبدو بسبب هذا الموقف توطرت العلاقة جدا بين الرسول بولس وكنيسة فيلبي اللي بعد كده بنعرف إنه هم وقفوا معاه وعددوه في البداية بعطاياهم بمفردهم كانوا لوحدهم اللي بيعضادوا الرسول بولس في احتياجاته المادية وكانوا مهتمين به جدا حتى وصفهم غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقاتي واستمرت كنيسة فيلبي معضضة إياه وهو في أماكن أخرى مثل تسالونيكي دي كانت الإرسالية في فلبنين الدين نجحت هذه الإرسالية وده نجاح لرسالة الإنجيل مرة تانية أفكر حضرتكم في هذه المدينة بدأ تكوين هذه الكنيسة المباركة من هؤلاء العضاء الثلاثة ليدية وأهل بيتها والجارية اللي كان بيها روح حرافة وحافظ السجن وأهل بيته ودول كانوا نواة لهذه الكنيسة المباركة الكنيسة الحية الكنيسة الفرحة اللي بنتعرف عليها أكتر لما بنقرأ رسالة فيلبي فيما بعد اللي بنسميها رسالة الفرح أحب أكد معاك صديق المشاهد أنه نجاح الإرسالية في فيلبي بيأكد نجاح رسالة الإنجيل برغم المقاومة برغم التحديات برغم الآلام اللي عانى منها بولس وسيلة معا في السجن الداخلي لكن كانت رسالة المسيح أقوى ومحبة المسيح أقوى اللي جذبت ليدية رغم أنها عندها بيزنس كبير بتاعها وسيلة أعمال لكن لم تجد شباعها فيما تملك فكانت محتاجة أنها تملك المسيح فيملكها المسيح وبهذا تصير غنية مش في المال لكن غنية بالأولى في الروح وفي العلاقة مع الله الجارية اللي كان بيها روح عرافة كانت مملوكة لأناس امتلكوها وكانت هي بالنسبة لهم مورد رزقهم ومورد ودخل ليهم لكن بعد كده اختبرت أنه الوحيد اللي ليه الحق أنه يمتلكها هو شخص يسوع المسيح أدركت أنها ليست لنفسها لا لكن للذي اشتراها ليسوع المسيح الذي مات من أجلها وضابط السجن رغم مركزه الاجتماع الكبير ورغم السلطات اللي كانت لديه أدرك أنه ينبغي أن يخضع لصاحب السلطان الحقيقي ويعترف بيسوع المسيح ربا على حياته وربا على بيته وربا على عمله وعلى كل شيء نحن نؤمن أن يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد اللي أحب هؤلاء السلاسة مزال بمحبته يعلن هذا لكل إنسان أين كنت الآن وأين كان مكانك وظروفك يسوع بيحبك يسوع بات من أجلك وراغب يضمك لحضيرة المسيح لمجتمع الإيمان للشعب الرب أرجو هذا من كل قلبي لكل من يتابعنا في هذا البرنامج والرب معكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر